من منكم يعرف أن أمير الرحالة المسلمين ابن بطوطة من المغرب هو رحالة ومؤرخ وقاض من طنجة فلا عجب من الاحتفاء به في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في المغرب انطلقت النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية على ملعب ابن بطوطة في طنجة مما وليد مدينة طنجة ابن بطوطة عاش كواحد من أكبر رحالة في التاريخ في القرن 14 صافر جال العالم وقطع مسافة اللي كتزيد على 100 ألف كيلومتر سأعدد لكم بعض الفرق المشاركة بل كل الفرق المشاركة في هذه النسخة أبدأ من البلوداد البيضاوي وهو المضيف الأهل المصري ممثل أفريقيا الهلال السعودي عن آسيا وفريق سياتل الأمريكي وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي ونادي فلامينغو البرازيلي وأخيرا ريال مدريد عن أوروبا نجم الافتتاح كان مدرب المنتخب المغربي وليد الرقراغي وكان يعرف جيدا كيف يخاطب جمهور بلاده المباراة الأولى المباراة الأولى جمعت نادي الأهل المصري ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي وتمكن الأهل من تسجيل ثلاثة أهداف نظيفة وأتأهل للدوري الثاني يقابل فريق سياتل ساوندرز الأمريكي كيف علق جمهور منصات التواصل على انطلاق بطولة كأس العالم للأندية في المغرب أبدأ بتغريدة خالد قال فيها حفل افتتاح رائع يليق بمكانة المغرب في المحفل الكروي العالمي ويبرهن قدرة المغرب على تنظيم التظاهرات الرياضية العالمية أحمد البراك يقول ألاحظ أن تجربة القطرية في يوم افتتاح كأس العالم تميزها عن سابقاتها ونقلت عدوى إيجابي لافتتاحات البطولات الأخرى وكانهم يحاولون الفوز بالافتتاح الأجمل شاهدنا ذلك في كأس الخليج بالبصرة ونشاهده اليوم في المغرب محمد قال الافتتاح بدأ بمنارة طنجة رأس سبارتال والتي تعود لسنة 1864 وهي الفاصل بين المحيط الأطسي والبحر الأبيض المتوسط ثم تذكير بإنجازات الكرة المغربية في كأس العالم 2022 مع لمحات من ثقافات جهات المملكة أمينة تقول لك الجمهور المغربي كالعادة المساند الرسمي لكل الفرق العربية ألف مبروك للأهل المصرية الثلاثية النظيفة وبالتوفيق ما جدا باستطاعتنا تنظيم كأس أفريقيا بل وحتى تنظيم كأس العالم نمتلك كل المقويمات نحتاج فقط لثقة بالنفس المغرب إبانا يوم أمس أبانا أن المستحيل ليس مغربيا وأن النية والمعقول قد يوصلاننا إلى مراتب سامية لم نكن لنحلم بها دعونا نتعرف على الفرق الأكثر فوزا ومشاركة في البطولة فالنادي الملكي الإسباني ريال مدريد الأكثر فوزا في البطولة بأربعة ألقام أيضا هو الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد واحد وثلاثين هدفا أما من العرب فالأهلي شارك ثماني مرات ثماني مرات في البطولة ولم يفز بالكأس ولا مرة واحدة قيمة الجوائز تبلغ ستة عشر مليون دولار أمريكي تقسم على الأندية المشاركة بحسب مستوى كل نادي الأول سيأخذ خمسة ملايين دولار أمريكي وهو الفائز بالكأس بالنسبة للثاني أربعة ملايين دولار أمريكي حلوين أما مركز الثالث فيحصل على مليونين ونصف المليون دولار أمريكي شكرا